خالي خالي انتي ابني لا كذب شي ممعقول اي انت خالي انت حدا كذب انت خالي ميرنا انت ابني خالي انت خالي لا لا عم تكذب انت خالي والله انت خالي ممصدق حالي ابني ماما انا امي ماما يا حبيبي يا امي خالي حبيبي حبيبي يا باب امي يا عمري انت عايش يا امي ما نصدقني شايف دار انتي وين كنتي وين كنتي وين كنتي يا امي يا امي انت عايش باعد عن ابني بعد عن ابني اهدي امي ماشي اهدي يا ماما طعلى بره طعلى بره طعلى بره سيما عمري انا متحل طعلى بره بعد عن ابني بعد عن ابني بعد عن ابني ما تخاف مغم علي بس امي 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 اصحي لا يصلك شيء انTT لست امي 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 كل شيء رح يصلح ماما وراح أطيبي رح أبقى معك دائما لو سمحت فيك تطلع شوي ماما رح وقف على الباب لا تقله ما رح أتركك أبداً ما بتركك أنا بحبك كتير يا ماما يا عمري أنت ابني لا تتركني يا أمي أنا هون يا أمي رح ضل هون هون معي على طول ما رح أتركك أبداً خلاص رح ضل جنبي اهدي شوي أهدي كيفة؟ والله هديت شوي ما عم تحكي ما كأنه خايفة من شي يمكن قد ما خوفه ما عم تقدر بالزور عم تحاول تحكي ومين عمل هيك؟ أحمد أبوه لزينب لعب علينا لعبة كبيرة متحت هو لقاها لأمك زينب أعطتني المفتاح مفتاح الخزنة بالبوسنة رحت على البنك وأخدت اللي بالخزنة ورجعت على الوتيل ما كان فيها شي مهم دفاتر بنك رأعطيك إياها كلها يا أبني يا خليل أنا عندي مصاري كتير بالبوسنة هلأ بيهمني كيف لقيت ماما كملي دقاقت بالحسابات في حساب كان عايد لسيمة والحساب لهلأ جاري لقيت طريقة لأكشف الحساب مظبوط عم تحكي فورا بتلاقي طريقة صرت دقق بالمصروف اللي عم ينقص من الحساب لقيت كل شهر عم يدفعوا من الحساب للمشفى واكتشفت إنه عم ينسحب مصاري لأسم إيدينا ميلوزوفيتش بشكل دفعات صغيرة وأنا بعرف إنه إيدينا كانت رفيقة سيمة فرحت كتير لأني لقيت حدا من رفقاتها وبعدها رحت عالمشفى عالمشفى اللي كانت إيدينا عم تتعالج فيه ودخلت على غرفتها سيمة سيمة كانت وقفة مقابيلي إيدينا ميلوزوفيتش كانت سيمة نقطع نفسي كنت متلبيك وكانت خائفي مني وما عم ترضى تحكي شي دقائت بالسجلات دخلت بعد الحادث بفترة وأنا ظنن أني حطيتها تحت ترام وأنا حزنان عليها أحمد هرها بسيمة على البوسنة ودخلها على المشفى وقال لأ إنك متت وطبعا كانت صدمة لسيمة صدمة كتير كبيرة لسيمة يا الله مو معقول أنت فكرت إنه أمك ميتة وهي مفكرتك ميت وحتى تنسى ألم أصارت تنزل ماضي بدها تنسى كل شي بذكر فيكم من وقتها بطلق تحكي بسي قبل شوي حكيت معي لا كيف صارت؟ عم ترتاح عطيتها قبرت مهدئ معاشي يا الله امي يا ميرنا امي عايشة اه حبيبين يا ريت رح نعلبوسنا من زمان خلينا نطلع مش عماد فيه يلا يلا تعو معقول خالص هي مع عايشة؟ ايه ما عم صدق سيد عمر عم يقول انك لقيتها وجبتها ايه وبتعرفي من السبب اللي خلانا نعيش بها الكذبة؟ محاميه الغالي المعجبة في سيما أحمد سنمار يعني أبوكي انت عم تكذب أبوكي كذب علينا يا زينك وهو اللي دمر حياتنا ترجمة نانسي قنقر محاميه الغالي